اذا كنت في منطقة قريبة من مدينة حضرموت اليمنية وبدأ الذكور الذكور فقط ينفضون من حولك في ايام شهر شعبان بالتقويم الهجري فاعلم ان موسمة زيارة قبر النبي هود قد بدأ تقليد يعود الى الاف السنين حيث يتوافد المسلمون خاصة من شرق افريقيا واسيا على هذا المعلم الاثري للقيام بتقوص دينية مختلفة فكيف يجري هذا الموسم التفاصيل في تقرير طلال بحيدرة وحسين عبدالقادر من اليمن هناك مدينة روحانية لا تسكن في العام سوى اربعة ايام ايام مليئة بالروحانية ايضا تتنوع فيها العبادات والعادات التراثية حيث المساجد والمعابد والمآثر والخدور والسوق التجاري الشعبي الكبير فاين هي هذه المدينة التي لا تسكن سوى اربعة ايام في العام وما حقيقة ما يحدث فيها هذه المدينة التي تشاهدونها امامكم لا تدب فيها الحياة الا خلال اربعة ايام في الزيارة السنوية تصبح فجر ذات يوم هادئة ونائمة كما كانت قبل الزيارة لا حياة بها تذكر كما تنقطع فيها شبكات الاتصال تماما حيث يفقد الاتصال بالدنيا ويستمر الاتصال بالعالم الاعلى تعرف هذه المدينة بشعب نبي اللهيهود حيث يرقد فيها هذا النبي الكريم على نبينا وعليه افضل الصلاة والتسليم وهي تبعد عن مدينة تريم منارة حضرموت الدينية ثمانين كيلو متر تقريبا ففي مطلع شهر شعبان وفي السادس منه تحديدا يبدأ توافد مئات آلاف الزوار الى هذه المدينة من شتى اختار العالم شيبة وشبابا واطفالا حيث تبدأ مراسم الزيارة السنوية الكبيرة التي اعتاد على حضورها الكثير من الناس منذ القدم وهي احدى الزيارات الموسمية التي تجتمع فيها القلوب قبل الاجساد وتجسد لوحة انسانية عالمية تشارك فيها الكثير من جنسيات العالم المختلفة من الشرق والغرب انا اسمي يوسف من بريطانيا وجئنا في هذا الوقت لزيارة النبي الله هود انا اسمي صالي محمد صالي البسعيد من كينيا وجئنا لزيارة هود ما شاء الله زيارة تمام اسمي جبريل بن يوسف هرنندز من امريكا الحمد لله للفرصة هذا لزيارة نبي الله هود تتخلل هذه الزيارة العديد من الفعاليات والعادات فالسلام على نبي الله هود وعلى ارواح الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجلسات الذكر والتذكير منذ ساعات الليل الاخيرة تزاور وتآزر بين الزوار ساكنين في الخدور من علماء ومشائخ واعيان وطلب علم والخدر هو المسكن الذي يسكن فيه هؤلاء الزوار وكذلك ساعات الترويح على النفس والطلب المستحب وتتنوع الفعاليات احيانا باختلاف العادات والتقاليد التي يمارسها اهل كل بلد وبالجملة فان الزيارة خروج من مألوفات العيش الى حياة مليئة بالذكر والتفكر ويعمر بهذه المدينة خلال الزيارة سوق تجاري كبير يأتي اليه الكثير من الباعة ليقدم الخدمات الاساسية وحتى الكمالية للزائرين وينتعش السوق ببيع الكتب والملابس والعطور والبخور التي تتناسق مع المناسبة وكذلك ببيع الاكلات الشعبية المختلفة وغيرها وقبل الزيارة بيومين تنطلق قافلة للابل من مدينة تريم وتأخذ هذه القافلة يوماً في الطريق الى شعب نبي الله هود تبيت خلالها في بعض المحطات على الطريق وتمارس خلال الرحلة بعض العادات التقليدية حتى الوصول إلى الشعب النوير والعودة إلى مدينة تريم وتزين الإبل بنقش الحناء الذي تشتهر به حضر موت اسمي عبد السمي بن محمد إسماعيل من شرلنكا بجانب الهند شاء الله أنا حضرت هذه السنة زيارة الهود وتبلغ الجموع ذروتها والزيارة زحمتها بآخر يوم بهذه المدينة حيث يزحف الكثير من الزوار لحضور الزيارة الأخيرة في العاشر من شهر شعبان ثم يعود الزوار أدراجهم أفوداً إلى بلدانهم ومنازلهم وفي ختام أعزائي المشاهدين هذا بعض ما لطقتته عدسات كاميراتنا أتمنى أن تنال أعجابكم وتقبلوا خالص طحياتنا نحن معدية تقرير محدثكم طلال أحمد بحيذرة حسين عبد القادر الجفري ترجمة نانسي قنقر